كيفكم؟ ركزوا معي لأنه رح أعطيكم تقريباً هلأ 24 علامة امتحان الإنجليزي الوزارة هلأ مثل ما بتعرفوا إذا الوزارة جابت بامتحان الوزارة نص من وحدة معينة فما بتجيب القواعد تبعون هاي الوحدة والعكس صحيح إذا ما إجا نص من وحدة معينة فأكيد حتيجي قواعدها فإنتوا هلأ بالنسبة لجيل 2005 تكميلي إجاهم الفصل الأول من وحدة الثالثة والفصل الثاني من الوحدة العاشرة فهدول نحكي 90% ما رح يتكرروا لجيل 2006 هلأ أنا ما بحكي هالحكي مشان ما تدرسوا هاي النصص لأكيد تكم تدرسوها وأنا بالنسبة لطلابي درسوا كل نصصهم لكن ليه بحكي هالحكي لأنه إذا ما إجوا تكرروا النصص من نفس الوحد فأكيد حتيجي القواعد من هاي الوحدة وبتعرفوا الوحدة الثالثة فيها قاعدة الفيوتر فأكيد رح يجي عليها سؤالين والقاعدة موجودة بالوحدة العاشرة هي قاعدة الف كروز رح يجي عليها ما بين 3 لأربعة أسئلة فهدول القاعدتين تمكنوا منهم كتير منيح لأنه عليهم تقريبا 24 علامة وبالتوفيق لكم يا رف